تعطيل الدراسة غدا بأحدى المحافظات ومنخفض جوي قطبي في طريقه نحو الحدود الشمالية الغربية لمصر مما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في التقص خلال الساعات القليلة القادمة فضلا عن نوة المكنسة اللي حصلت منها هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات كثيرة وظواهر جوية خطيرة ولتفاصيل أكثر دعوني نعرض لحضراتكم توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحالة التقص غدا والتي ستختلف تماما عن التقص في الأيام الماضية ونستعرض أيضا معكم بيام بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المحافظات أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك اختلاف بالأحوال الجوية بداية من الغد موضحة أن هناك منخفض جوي قطبي بدأ تأثيره على تركيا وسيبدأ الساعات القادمة باتجاه نحو الحدود الشمالية الغربية لمصر وقالت الدكتورة إيمان شاكر عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا المنخفض سيكون له تأثير كبير وسيكون هناك رياح على معظم أنحاء الجمهورية وسيزيد من إحساس انخفاض الحرارة لدى المواطنين بالإضافة أنه سيكون مثيل للأتربة على بعض المناطق ومنها سيناء وشمال الصعي كما علانت هيئة الأصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي وبدء السحب في التشكل على أقصى السحل الغربي بصحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات المقبلة من المتوقع أن تتقاصر السحب على السواحل الشمالية ودلت بصحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وراضية أحيانا خلال الساعات المقبلة وخلال ليلة يوم الأحد وذلك وفقا لبعين هيئة الأرصاد كما تنشط الرياح على مستوى سطح البحر المتوسط التي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج والتي ستصل إلى خمس أمطار وفقا لصور الأقمار الصناعية التابعة لهاية الأرصاد وبشكل عام يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد تقص يوم غد الأحد الموافق 19 مبنبر حالة من عدم الاستقرار بصحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ونشاط لرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 ل 3 درجات مقاوية ولم يكن الحقيقة المخافضة الجوية هو ظاهرة الوحيدة التي تم التحذير منها فقد تم التحذير أيضا من نوة المكنسة وعلن اللواء محمد الشريف مخافظة الأسكندرية تعطيل الدراسة غدا يوم الحد 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنتاق المحافظة وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعنيين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي طرع طفلا يقل عمره عن 12 سنة أجازة استثنائية غدا يوم 19 نوفمبر ويشتسنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنبادجيات ووفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تدعيات حالة عدم الاستقرار في التخص والأثار السلبية النجم عنها وحفاظا على سلامة المواطنيين حيث كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من نوة المكنسة التي تضرب سواحي المحافظة الأسكندرية واللي بيصحبه أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ووفقا للأسات تتبع هذه النوة رياح شمالية غربية تكون ممطرة بغزارة مع عشدة رياح بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وذلك اللواء محمد شريف المحافظة الأسكندرية واللي أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومن الأمطار الأسكندرية التي ستسببها نوة المكنسة دعونا نستعد معكم خريطة الأمطار غدا في باقي المحافظات قالت هيئة الأرصاد أن فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعضية أحياناً على العالمين والضبعة والأسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ تمتد مساء إلى شمال الدقاهلية وظمياط وبورسعيد وأمطار متوسطة شدة قد تكون رعضية أحياناً على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقاهلية والغربية والشرقية والغرب النفية تمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس وأمطار متفوتة الشدة تصل إلى حد سيول على شمال ووسط سيناء كما توقع قبر راهية الأرصاد أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر وأيضا اضطراب في حركة الملاحة البحرية